اشتركوا في القناة ولا هم يحزنون فحيدوا على بالكم اني هاد الفكرة ديال السنة بيضاء اذا فالبلاغ اخباري هو على الشكل التالي تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الى كافة المترشحين والمترشحات الامتحانات نيل شهادات الباكالوية دورة 2020 انهم قد تمت موافاتهم عبر بريدهم الالكتروني شنه هو كود ماصار اربستعليم بوان ام ا اه هاد الكود هادا اي تلميذ عندو هاد الكود هادا حتى بالنسبة للحرار اه الطريقة في حالة ما انكم نسيتوا الكود او لا غير ذلك فانتم غير تشوفوا البلاغ الوزارة اه غير تشرح لكم يعني الطريقة كيفاش ممكن تسترجعوا الكود ديالكم اه الخاص بكم اذا بكل الوثائق المؤثر على الامتحانات المذكورة وتهديفوا هذه العملية الى تعزيز تواصل مع المترشحات ومترشحين وتأطير مجهوداتهم للإعداد انا اكتبتها بالحمر للإعداد الناجع لجياز هذه الامتحانات وتمكنهم من الاطلاع على كل جوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات الخاصة بامتحانات الباكالورية لدورة 2020 وكذا المستجدات التي تهموا عملية تعليم عن بعد اذا فغتلقاوا في هذا الايميل ديالكم جميع الوثائق المتعلقة بالباكالورية وحتى ما بعد الباكالورية اي التوجه وهذا الشيء كله غتتشرحوا الوزارة في البلاغ ديالها مثلا ممكن انكم اولا غتتلقاوا الامتحانات اللي دازو يعني من امتحانات اللي دازو قبل والاجوبة ديالهم غادي تلقاوا القوانين التنظيمية والزجرية في حالة ان نلقاش واحد مثلا في حالة غيش غادي تلقاوا مثلا يعني واحد نجموع من الوثائق فبإمكانكم انكم تشوفها فهي على البلاغ بإمكانكم انكم تقرأوا وفي الاخير ديال هاد البالغة انتما كما تشوفوا معايا هنا يا هنا اشترحوا لكم طريقة كيفاش دخلوا لهاد السيت ديالكم اللي ان شاء الله هتلقاوا فيه جميع الوثائق اللي انتما غادي تحتاجوها واللي محتاجينها الان اذا خوتي الى كان شي تساؤل خليولي في التعليق واضربوا لكم معويدا الى حلقة القديمة ان شاء الله pues اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة